السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين أولياء أمور أبنائنا الطلاب اللي حصلوا على الشهادة الإعدادية في هذا العام الدراسي أنا سعيد أن أنا بكون معاكم للحلقة التانية اللي بستكمل فيها اللي احنا بدأناه في التعريف بتخصصات التعليم الصناعي ولو نتذكر أن احنا في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا في برنامج في بيتنا مدرسة عن تخصصات التعليم الصناعي المدارس النوعية وتكلمنا على تخصصات التعليم الصناعي الخاصة بالتعليم والتدريب المزدوج وتحدثنا أيضا عن أنواع التدريبات اللي موجودة في تخصصات التعليم الصناعي أو مدارس أو أنظمة التعليم الصناعي النهاردة هنتكلم بصفة خاصة قوي عن شعب التعليم الصناعي وتخصصاتها وبرضو مش هنقدر أن احنا في وقت الحلقة نكفي كل الشعب ولكن هندي أكبر قدر ممكن من المعلومات عن شعب مدارس التعليم الصناعي برضو كالعادة كده هنجهز معنا ورق أو ألم عشان نسجل أفكار في الحاجات اللي هي يعني إحنا هنركز معاها وهنتدي إن إحنا نبحث فيها ونقرأ عنها كويس إذا كنا نوين نقدم إن شاء الله لأولادنا فيها وكمان هتلاقوا الحلقات بتنزل على يعني المواقع الخاصة بتاعة وزارة التربية والتعليم الرسمي لو إحنا نبدأ نبص النهاردة إحنا برضو دي إطلالة على مجالات التعليم الصناعي برضو بتوجيه أبناءنا الحاصلين على الشهادة الإعدادية هنخش بقى على وصف المهن الخاصة بالتعليم الصناعي نبص كده على المينوتور بتاعنا هنلاقي وصف المهن الخاصة بالتعليم الصناعي هي عبارة عن إيه؟ أول حاجة بنتكلم عنها الصناعات المعدنية الصناعات المعدنية أو الشعبة المعدنية في التعليم الصناعي بتنقسم إلى عدد من الأقسان أو عدد من التخصصات عندي أول تخصص فيهم فني صناعة الأساس المعدني وتشكيل الصاج الفني ده بيقوم بتنفيذ أعمال الأساسات المعدنية للفنادق والمطاعم والمستشفيات والمحلات وصناعة العلب الخاصة بتمديدات التكيفات المركزية والهوايات والمداخن وأجسام الأجهزة المعدنية دي بتتم من خلال فني صناعة الأساس المعدني وتشكيل الصاج عندي التخصص الثاني في الشعبة المعدنية اللي هو فني حديد مجغول وإنشاءات معدنية حديد مجغول وإنشاءات معدنية اللي هو اللي احنا بنعرفه في السوق باسم الفيرفرجي ده الحديد المجغول والإنشاءات المعدنية بقى اللي هو بيعمل الهناجر الكبيرة الخاصة بالمصانع والخاصة بالشوان والحاجات دي بيقوم بإيه بقى ده؟ بتنفيذ وتشكيل بالخوص الحديدية والدهنات المختلفة لها وبيعمل كمان بوابات حديد وشبابيك وأيضا من ضمن الحاجات اللي هو بيشتغلها القطاعات الخاصة بالألموتال وواجهات المطابخ ويعني ده من التخصصات الجميلة جدا جدا المطلوبة اللي بتعمل بقى الهندريلات بتاعت السلالم وبتعمل الهندريلات بتاعت البلكونات وبتعمل بوابات الحديد الفيرفرجي الشيك اللي احنا بنشوفها دي وبعض اللي هي وحدات الإضاءة اللي بتتعلق في الميادين وفي الكباري وتخصص من تخصصات العريقة في التعليم الفني عندي برضو اللي هو تخصص تاني في الشعبة المعدنية اسمه فني تشكيل المعدن والسياغ تشكيل المعدن والسياغة ده اللي هو بيعمل أشغال الربوسية والتطعيم والحفر اليدوي والحفر الكيميائي والطلع بأنواعه والجمع على المخارط والانفراضات بأنواعها والأجسدة طيب تخصص تشكيل المعدن والسياغة ده من التخصصات اللي احنا بنعتبرها من التخصصات اللي هي الصناعات اللي هي الثقافية أو الحرف التراثي لما بننزل منطقة خان الخليلي والأزهر بنلاقي المجغولات اللي هي النحاسية والمجغولات المعدنية وحدات الإضاءة المخرمة اللي هي المباخر كل الحاجات المعدنية دي واللي هي الإطباق المنقوشة بالربوسيه اللي بيعملها هو فني تشكيل المعدن والسياغة كمان جزء من دراسته بيدرس في جزء من دراسته تصنيع الحلي تصنيع الحلي لكن كمان بقى فيه تخصص جديد في مدرسة موجودة جديدة اللي هي مدرسة الجل دي اللي هي بيصنعوا فيها المجوهرات دي من ضمن تعتبر التخصصات المتعلقة بالشعبة المعدنية ولكنها تتبع نوعية المدارس اللي هي تكنولوجيا تطبيقية اللي يعني أحد الزملاء هيقوم بفرد حلقة كاملة عنها بإذن الله طيب فرص العمل المتاحة لخرجين هذا هذه الشعبة من التخصصات المختلفة بيشتغلوا بمصانع النجف بيعملوا وحدات الإضاءة وبيشتغلوا برضو في ورش الحلية والمجوهرات ومصانع التلاجات ومصانع التكيفات الأماكن الخاصة بالمنتجات السياحية والأماكن ذات الصلة بالحفاظ على المعادن والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتناهية في الصغر ويقدر أنه هو يعمل مشروع خاص به اللي هو ريادة أعمال لو إحنا بصينا هنا هنلاقي الصورتين دول الصورة اللي علىها أيدي اليمين بتعبر على اللي هي الأساس المعدني سواء كان الشانون وحدة الإدراك دي سواء كان المكتب ده سواء كان السرير اللي قدامنا ده والتاني هنا اللي هو بيعبر عن قسم الحديد المجغول واللحام وهنا شايفين الهندريل اللي بتاع السلن ده عبارة عن فيرفور جي ومطلي بلون دهبي نخش على الشعبة التانية اللي هي شعبة الصناعات المعمرية شعبة الصناعات المعمرية بتنقسم إلى عدة أخسان إلى عدة إيه؟ أخسان ودي من طبعا أهم شعب التشييد والبناء عندي أول حاجة عندي فن أعمال نجارة العمارة ده بيقوم بتصنيع وتجميع وتركيب أنواع الأبواب والشبابيك وأعمال الأرضيات وتجليد الحوائط وتجليد البركيه دي اسمها نجارة العمارة وفي زميل يعني يقدم حلقة سابقة بتتناول عملية تخصص نجارة العمارة ده عبارة عن إيه؟ وفي عندي اللي هو قسم أعمال تشتباط اللي هو المحارة وده بيقسم ده بيعلم الطلبة فيه أو بيتعلمه فيه تنفيذ تكسيات المباني بالمحارة بأنواعها المختلفة سواء كانت حوائط وأسقف وبرضو من ضمن الشغل بتاعها بيبقى فيه الشغل الخاص بالكرانيش والشغل الخاص باللي هو المصيص والشغل الخاص بالأعمدة اللي هي بتركب كأعمدة ديكور في المكان ومن ضمن أعمالها برضو الجيبسون بورد اللي هو فني أعمال تشتباط في عندي فني أعمال بناء ده بيقوم بتنفيذ البناء بالطوب والأحجار بأسماك وأشكال وتقنيات عمل مختلفة في عندي قسم الخرصانة فني أعمال الخرصانة بيقوم بتنفيذ أعمال الفرم الخرصانية والشدات الخشبية والمعدنية اللي بيتم بيتم صب فيها اللي هو الصب الخرصانية للأسقف والأعمدة المختلفة عندي شبكات المياه والأعمال الصحية فني شبكات المياه والأعمال الصحية بيقوم بتركيب شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الحريق وشبكات الغاز في المستشفيات وأيضا شبكات الغاز الطبيعي وتنديداته يعني فيه بيعمل في أكتر مجال ومن ضمن اللي هي الشركات اللي هو بيعمل بيها شركات الغاز وممكن شركات البترول وشركات الصرف الصحي وشبكات المياه يعني وأيضا في المستشفيات بيعمل شبكات غاز الأكسجين اللي هي بتوصل من الغرف بدل ما يطلع أنبوبة الأكسجين بدأت المستشفيات الحديثة بتعمل خطوط غاز لها وصلة بخط غاز مركزي بيغزي كل غرفة من غرف المستشفى دي الصناعات المعمارية عندي شعبة اسمها شعبة المركبات شعبة المركبات بيقوم الفن بتاعها بتفكيك وتجميع واستبدال الأجزاء الميكانيكية والكهربية وإجراء الفحوصات وتحليل النتائج وتشخيص الأعطال وإصلاحها في السيارات وهم عبارة عن أربع تخصصات عندي سيانة وإصلاح السيارات وفني سيانة وإصلاح السيارات اللي هو إحنا بنسميه الميكانيكي وده اللي بيقوم بسيانة وإصلاح السيارة يعني من الألف للياء بما يتعلق بمطور السيارة ووحدات اللي هي الإنجيكشن والحاجات الخاصة بسيانة السيارات أو السيانة اللي هي اللي بيسموها السيانة الإجرائية اللي بتتم كل فترة كده عندي فني إصلاح جرارات وآلات الزراعية وعندي فني الديزل والمعدات التقيلة اللي بيصلح المعدات التقيلة بتاعة البناء والتشييد والبلدوزر والروافع والحاجات دي وعندي فني وحدات النقل والرفع دي شعبة الإيه المركبات في عندي شعبة تانية اللي هي شعبة الصناعات الميكانيكية شعبة الصناعات الميكانيكية دي بتحتوي على مجموعة من التخصصات منها تشكيل لحام والتشكيل لحام ومعادن الفن فيها بيقوم بتشكيل المعادن المختلفة وإنتاج وصلات ملحومة باستخدام المعدات والآلات المختلفة ده تخصص عندي فن لحام بيقوم بعمل الوصلات الملحومة وإجراء عمليات اللحام المختلفة على مختلف أنواع المعادن يعني يلحم حديد يلحم نحاس يلحم ألمونيوم يلحم أنتمونيا يلحم أي نوع لحام هو اتعلم إزاي يلحمه وعندي فن تشكيل المعادن المختلفة باستخدام الآلات واللي هو غالبا بيبقى يعني قريب كده من شغلة الخراط وعندي طبعا الخراطة أو فن تشغيل المعادن وده شعبة تانية أو تخصص تاني بيقوم الفن فيه بإجراء عمليات التشغيل المختلفة للمعادن على مكينات التشغيل سواء كانت الخراطة أو التفريز الفريزة سواء كانت المكان ده تقليدي أو رقمي أو مكان أشط أو مكان تجليخ أو أعمال بيقوم بأعمال التسجة وطبعا يعني فيه ناس كتير جدا يعني بيعدوا على ورش الخراطة وبيشوفوا نظام العمل فيها إيه وأغلبها دلوقتي بقت شغالة أوتوماتيك وشغالة راخمي وشغالة بالليزر حتى الخطورة بتاعت هذا العمل قلت قوي ولكن المهارة بتاعتها وحتى الأجر بتاعها العامل الخراط بيبقى الأجر الساعة بتاعته أو اليوم بتاعته في الوقت الحالي ما بيقلش عن 300 جنيه مصنعية في المصانع والورش الخاصة عندي فني السيارات بيجمع فني السيارات بين المهن التخليدية الميكانيكية والكهربية الخاصة بالسيارات وتكنولوجيا السيارات الحديثة وده بيتبع تخصص المركبات هو بيشتغل على مركبات الأفراد والمركبات التجارية والدراجات البخاري طبعا عندي برضو الصمكرة والدوكو وبيتم التدريب فيها على عمليات إحلال وتجديد السيارات عن طريق دهان ومعالجة جسم السيارة واستعدال الشاسية وعمليات الدهان والرش بالطرق الحديثة عندي التخصصات أو الشعبة النسجية النسيج بيقوم فني النسيج والسجاد والكليم بتجهيز مكينات النسيج وإعداد الخامات اللازمة للتركيب أو للتراكيب النسجية وفحص وتحليل الأقمشة والتصنيع المتنوع للسجاد اليدوي والكليم من الخامات المختلفة وشعبة النسجية من الشعب المهمة جدا في شعب التعليم الصناعي عندي تخصص الغزل وهو من الشعب النسجية أو الشعبة النسجية بيقوم فيها فن الغزل بتحضير الألياف المستخدمة في صناعة الخيوط وتجهيز وتشغيل معداد الغزل وفحص وتحليل الأقمشة وتنفيذ السيانة البسيطة للمعدات اللي هو بيأخذوا الخيوط يحولوا الخيوط دي من خيوط زي ما احنا شايفين في الصور إلى أماش عشان الماكنة تطلع أماش عندي طبعا القسم المهمة قوي من أقسام التعليم الصناعي وخاصة بتقبل عليه البنات والبنين على حد سواء سواء اللي هو قسم الملابس الجهزة وبيقوم فيه فن الملابس الجهزة على تصنيع منتج الملابس الجهزة بطريقة يدوية فردية يعني يقوم بعمل فردي في بيته أو عن طريق خط الانتاج بدءا من رسم البترون بقسم الموديل وصولا لعمليات القص الميكانيكية والخياطة حتى مرحلة الكي النهائي والتشطيب عندي أيضا من الصناعات اللي هي المسجية تخصص التريكو الآلي وفيه بيقوم فني التريكو بضبط الآلات التريكو كما يقوم بتجهيز وتشغيل وخدمة آلة التريكو ويجري عليها بعض الإصلاحات البسيطة وطبعا تريكو اللي هو الفني اللي بيصنع البلوفرات الشتوية اللي احنا بنلبسها نيجي عندنا شعبة تانية اسمها شعبة التبريد وتكييف الهوى وهي يعني الشعبة هي عبارة عن تخصص إلى الآن عبارة عن تخصص واحد ولكن وفقا للتطور والتطوير اللي بيتم فيها هيخش فيها تخصصات أخرى في الفترة القادمة بإذن الله تعالى وهتنقسم لعدة شعب التبريد وتكييف الهوى طبعا بيقوم الفني فيه بتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة التبريد زي التلاجات بأنواعها وغرف التبريد بأنواعها وسيارات التبريد اللي هي بتحمل يعني أطعمة وبتروح بيها من محافظة لمحافظة وأيضا بيشتغل أو بيتعلم الفن دي ده برضو العمل على تكييف الهوى سواء كان تكييف هوى وحدات سبليت صغيرة أو تكييف هوى مركزي وبيقدر برضو من خلال ما تعلمه أن يعمل عزل لمخازن التبريد وفقا للمخططات الهندسية وزي ما احنا شايفين الصورة عندكم فيها التلاجات وفيها الديب فريزر وفيها التكييفات بأنواعها سواء كان الوحدة السبتة أو الوحدة الداخلية المتحركة طيب نيجي بقى نروح لشعبة تانية اللي هي شعبة الصناعات الكهربية شعبة من الشعب المهمة جدا واللي عليها إقبال عالي في مدارس التعليم الصناعي تحتوي على مجموعة من التخصصات من أهم التخصصات فيهم أول تخصص عندنا تخصص التركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية ده بيعمل على تنفيذ خطة توصيل أسلاك الكهرباء للإضاءة الجيدة والاتصال الداخلي والأنظمة الكهربية الأخرى ويقوم بتركيب الأجهزة الكهربية والتجهيزات والمعدات اللازمة لأنظمة الإنذار وكذلك تثبيت مكونات السلامة المهنية والقيام بمجموعة من المهام المتعلقة بإنشاء وصيانة البنية التحتية الكهربائية أيضا بيشتغل على اكتشاف الأعطال الخاصة بانقطاع التهاري الكهربي وبتحتاج الوظيفة إلى مراعاة شديدة لتطبيق قواعد الأمن والسلامة المهنية ومعرفة جيدة بأنواع مختلفة من الأنظمة والأجهزة الكهربية عندي برضو تخصص في الشعبة الكهربية فني سيانة كهربية وده شغلته بيقوم بتنفيذ الدوائر الكهربية وتشخيص وإصلاح الأعطال وفك وتجميع الأجهزة وعندي فني الشبكات الكهربية وده بيعمل في مجال تركيب المعدات ودوائر الأسلاك والشبكات الإلكترونية لضمان ظروف المعيشة والعمل الطبيعية في المناطق الحضرية والريفية الشبكات الكهربية دول اللي هم بيركبوا الأبراج بتاعت الكهرباء ويشدوا الأسلاك الخاصة بالضغط العالي وغالبا بتحتاجهم وزارة الكهرباء والشركات القابضة التابعة لها والشركات القطاع الخاص المتعاملة معها بيعينوهم عندهم وبمرتبات جيدة وكبيرة نيجي للصناعات الزخرفية أو الشعبة الزخرفية الشعبة الزخرفية أول حاجة فيهم هي شعبة أو تخصص الزخرفة والإعلان والتنسيق تخصص الزخرفة والإعلان والتنسيق ده كان لي حلقة خاصة به ده بيقوم بتنفيذ المجغولات الزخرفية سواء كانت المجغولات دي أباجرات سواء كانت كشبهات سواء كانت أشغال زخرفية متنوعة برضو بيتعلموا فيه الطلبة لزق وراء جدران ولزق وراء الدهب على الصالونات بيتعلموا فيه الدهنات المختلفة على الأسطح المختلفة سواء كانت جدران أو معادن أو أخشاب أو حتى أخمشة وبيطبقوا الزخارف وينفزوا أشغال الدكورات وفتغين العرض وبيتعلموا بعض يعملوا إزاي الإعلانات بطريقة يدوية بالألوان ودخل برضو عندهم اللي هي مكينات الليزر اللي بتطبع على المجات وبتطبع على التشريتات وبتطبع على الكبات وبرضو بيتعلموا إزاي إن هم يرسموا ويكبروا ويصغروا ويلونوا يعني عايز أقول إن التخصص ده بيخرج فنانين صغيرين إذا أجادوا المهارة بتاعتهم كويس أوي يقدروا يشتغلوا في العديد من المجالات أو يختاروا مجال من المجالات ويتخصصوا فيه عندي أيضا من ضمن الصناعات أو الشعبة اللي هي الزخرفية عندي شعبة أو تخصص تكنولوجيا الطباعة تخصص تكنولوجيا الطباعة بيقوم فيه الفني الطباعة بتنفيذ الطباعة بطباعة سلك سكريين وطباعة الأوفيست والذانكو الراف والطباعة اليدوية والآلية وأيضا استحدثت عليه الطباعة الرقمية وكذلك الطباعة على الأسطح المختلفة وده من التخصصات المهمة وتقريبا كل بيتعتمد الثقافة في أي دولة على تكنولوجيا الطباعة عندي تخصص جميل جدا اسمه الجلود وبدائلها زي ما احنا شايفين في الصورة دي الجلود وبدائلها بيصنع المنتجات اللي احنا شايفينها دي شنط جلدية قبعات محافظ أحزية أحزمة أغطية للغسلات أغطية للغسلات طب شغلته ايه؟ يعمل على قص وتفصيل الجلود وبدائلها وتنفيذ الشنط الجلدية بأنواعها وكذلك الأحزمة والسيور والأغطية والأبسطة الجلدية اللي هي السجاد الجلود ده اللي هو بيعملوه بالفرو بتاع الأرانب وفرو اللي هي الحيوانات الصغيرة وبيجمعوها في أشكال هندسية جميلة سواء كان بيفرشوها يعني فرش يعودوا عليه أو معلقات زخرفين وتفصيل الفندي الفندي اللي هو الجزء اللي فوق بتاع وجه الحزاء ده اسمه الفندي وش الجزمة بدون ما يركب مع النعل برضو التخصص ده بيصنع الوش بس ما عندوش تجميع كامل للأحزية ووفقا للجمهورية الجديدة ووفقا لتوجهات السيد الرئيس الجمهورية ومنطقة الروبيكي والاهتمام بصناعة الجلود يعني بتسعى الوزارة لعمل بروتوكول مع مصانع أحزية لتصنيع الحزاء كاملا نظرا لأنها من الصناعات التي تدر دخل كبير جدا جدا على الدولة من خلال تصدير الأحزية الجلدية الطبيعية أيضا من ضمن الحاجات اللي بتعلمها فني الجلود وبدائلها دباغة الجلود عندي برضو من الشعبة الزخرفية تخصص اسمه السيراميك والخزف وهذا التخصص تخصص نوعي موجود في مدرسة واحدة لمية غمر وتسعى وزارة التربية والتعليم للتوسع فيه بالتعاون مع مصانع الخزف والسيراميك وبيحصل بالفعل يعني تواصل ما بين قطاع التعليم الفني من خلال قياداته ومدرين مصانع الخزف والسيراميك لفتح أو توسع في هذا التخصص لكي يحصل الطالب على فرصته في التعلم كاملا في مكان العمل تخصص السيراميك والخزف بيقوم بتنفيذ وتجهيز خلطات الخزف والسيراميك والإشاني وترق إجراء عملية التشكيل بالأوالب والكبس والبسق والتحميص للمشغولات واستخدام الفوسيفساء وعجينة السيراميك ودي يعني بعض المنتجات اللي ممكن بيقوم التخصص ده بتصنيعها بجانب بلطات الخزف والسيراميك وده اللي بتعلمه الطالب في هذا التخصص وبيتعلم تلوين الخزف والسيراميك بالألوان الجليز الألوان اللي هي خاصة بهذه الخمات تخصص مهم جداً موجود عندنا في التعليم الفني من أكتر من ستين سنة هو تخصص فني التجميل وهو تخصص موجود فقط للبنات وفي مدارس البنات وفي بعض المحافظات مش في كل المحافظات طيب التخصص ده الطالبات بيدرسوا في إيه بيدرسوا في المكياج قص الشعر كمان بيدرسوا في أعمال البديكير والمانيكير ودراسة الألوان الطبعية والصناعية في الخاصة بصبغة الشعر وبيدرسوا الموضة في الملابس وبيدرسوا الملابس التاريخية أيضاً يعني لو فيه مثلاً البنت خريجة التخصص ده ممكن تفتح نفسها كوافير أو يعني تشارك مع طبيبة علاج طبيعي في فتح مركز للعلاج الطبيعي لأن طبيبة العلاج الطبيعي هتاخد الجزء الخاص بالمساج وخاصة بحاجات معينة والفني ده هياخد الجزء الخاص بالتجميل كمان من حاجات اللي بيدرسوها المكياج اللي هو التاريخي يعني لو بنعمل شخصية مصرية قديمة بنعمل شخصية يونانية قديمة بنعمل شخصية رومانية يقدروا البنات خرجين هذا التخصص بما درسوه وما اكتسبوه من مهارات أنه هم يعملوا مكياج سينمائي أو درامي للشخصيات دي ومع كده كمان بيدرسوا اللبس التاريخي والموديلات اللبس التاريخي فمن التخصصات اللي هي جميلة جدا وبتقبل عليها البنات بكسرة ومطلوبة في محافظات الوجه الإبلي بسبب أن يعني بعض اللي هي البلاد في الوجه الإبلي ما زالت عندها نوع من القبلية ويعني بتحب أن اللي يشتغل في المهنة دي تكون بنت أكتر من اللي يشتغل في المهنة دي عندهم يكون راجل نيجي بقى نروح نحن كده خلصنا الصناعات الزخرفية وقلنا كل الأنواع بتاع تخصصاتها نروح للصناعات الخشبية خريج الصناعات الخشبية بيقوم على تشغيل الأخشاب لتصنيع منتجات خشبية وبيستخدم التكنولوجيا الحديثة في تشغيل المعدات ويتمكن من عمل صيانة بسيطة للمعدات المستخدمة الصناعات الخشبية من الحرف التراثي الصناعات الخشبية من الحرف التراثية اللي يعني بيقبل عليها جدا عدد كبير من خريجي أو من الملتحقين بمدارس التعليم الفن طيب الحرف التراثية في مدارس التعليم الفني الخشبية في عندي فني نجارة الأساس فني نجارة الأساس بيقوم بتنفيذ صناعة الأخشاب بأنواعها المختلفة والعمل على المكينات الحديثة والأديمة بكافة أنواعها تصميم وتنفيذ أعمال الأساس المعدني فرص العمل بقى المتاحة دي في مصانع صناعة الموبيلية والأساس المنزلي ومكاتب الدكورات الحديثة وأيضا بيشتغل في أعمال ترميم القصور القديمة وبيشتغل في الورش الخاصة بيفتح ورشة خاصة بيئة وبيشتغل فيها والمصانع ذات الصلة بالحرف التراثي عندي الأيماجي اللي هو إيه فني الحفر على الخشب ودي إحدى التخصصات الخاصة بالصناعات الخشبية فني الحفر على الخشب أو الأيماجي بيقوم بتنفيذ جميع أعمال الحفر على الخشب سواء كانت أعمال الحفر غائر أو بارز وبيجيد استخدام الجبس في جمع الفرم والتماثيل بالسيليكون ويقدر أنه هو يعمل نمازج يشتغل عليها وطبعا إحنا بنشوف الصالون اللي هو المذهب اللي غالبا كان زمان ما يخلوش منه بيت يعني يبقى خاص بالضيوف يبقى ليه فرش معين الصالون المذهب ده اللي عليه ورد كده بارز وألوانه جميلة وسعب يبقى معموله عمليات باتين كده عشان يديني مظهر أنه هو قديم اللي بيقوم على تصنيع الأجزاء بتاعته هو القيماجي أو فني الحفر على الخشب نيجي لصنعة تانية من الصناعات الخشبية اللي هو فني الخرط على الخشب خراط الخشب زي ما احنا شايفين كده بيقوم بتنفيذ الأشغال ذات الصلة بالحرف التراسي وبيجيد استخدام مكينات الخراط الحديث والقديم وتنفيذ حرف الخرط الإسلامي والكنائسي والمشربيات ده فني الخرط على الخشب وهو من الحرف التراسية الإسلامية والمسيحية المصرية القديم والفن والفن بتاعها برضو من أصحاب الأجور المرتفعة نيجي برضو لأحد التخصصات المتعلقة بالصناعات الخشبية أو الشعب الخشبية اللي هو فن التطعيم والماركتري فن التطعيم والماركتري ده اللي هو بتاع الصدف اللي هو بينفس جميع أنواع الأخشاب بيعمل علاب خشب ويكسيها من برة بالصدف وبيعمل أشغال يدوية مختلفة وحرف تراصية وحتى في مكاتب وزمان كان في موبيليا وصالونات بتتعامل تتكسي كلها من برة صدف زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي دي اللي هي الايه الصناعات الخشبية نيجي عندنا شعبة تانية اسمها شعبة الصناعات البحرية شعبة الصناعات البحرية شعبة متعددة الولاد فيها بيلتحكوا بعدة تخصصات في الشعبة دي موجودة منها اللي هي شعبة الخاصة بصيانة مواتير السفن والمراكب او حتى التصنيع في شعبة خاصة ببناء السفن سواء كانت بناء السفن المعدنية او السفن الخشبية في شعبة خاصة بالملاحة البحرية دي الصناعات الايه البحرية وغالبا بتكون الصناعات البحرية دي مش موجودة الا في المدن الساحلي يعني لو رحت سفاجة هتلاقي مدرسة للصناعات البحرية لو رحت بروسعيد هتلاقي مدرسة للصناعات البحرية اسماليا نفس القصة اسكندرية نفس القصة تمام السويس نفس القصة هتلاقي مدرس الصناعات البحرية دي موجودة في المحافظات التي يوجد بها بحار ويوجد بها مواني أول تخصص فيه الصناعات البحرية فني المحركات البحرية فني المحركات البحرية ده بيقوم بالعمل بغرفة مكينات السفينة والأجهزة المساعدة لتشغيل السفينة ومتابع تشغيل المحرك وعمل الصيانة والإصلاح لأعطال المحركات وده بيبقى اسمه ميكانيكي بحري الميكانيكي البحري ده أغلب شغله إن ما كانش شغال في ترسالة البحرية في مينان المواني بيبقى شغال طالع مع مركب من المراكب سواء كانت مركب تجارية أو مركب صيد لابد يبقى في كل مركب من دي حسب حجمها يا إما ميكانيكي بحري يا إما لو مركب كبيرة زي مثلا من المراكب التجارية أو نقلات البترول أو الحاويات مراكب اللي هي نقل الحاويات بيبقى فيها ورشة كاملة فيها عدد كبير من الميكانيكية بتوع أشغال المحركات البحرية ومطلوبين جدا في سوق العمل عندي فني بناء السفن وده مجال عمله بيبقى فوق اليابسة بيعمل فني بناء السفن في مجال صناعة السفن الحديدية والخشبية وأيضا صياناتها وإصلاحها مميزات التخصص ده هو إن سوق العمل في حاجة ليه قوي في المدن السحلية وكمان قوات البحرية المصرية بتاخد فني بناء السفن عندها وبيشتغل في صناعة السفن الحربية والتجارية وسفن نقل ركاب وبيشتغل أيضا في مراكز الصيد وبيقدر يشتغل على كافة أنواع السفن سواء كانت هذه السفن صيد أو صفن تجارية أو صفن بحرية يعني حربي في عندي برضو تخصص من التخصصات اللي موجودة في الصناعات البحرية في عندي فني الملاحة والفنون البحرية والصروة السمكية فني الملاحة والفنون البحرية والصروة السمكية بيعمل على السفن التجارية وسفن البضائع وسفن البترول مهمته على يعني بتبقى يعني مهمة تعتبر إلكترونية شوية ده بيعمل على أجهزة ملاحة الأجهزة دي بتقدر تحدد له الأعمق فين المنطقة دي فيها شعب مرجانية المنطقة دي البحر فيها العمق بتاعه مش كبير فالسفينة ممكن تغرز بيقدر برضو يرصد تجمعات الأسماك بتبان كنقاط كده في الشاشة عنده ويقدر أنه هو يوجه ليها سفن الصيد أو سفنت الصيد اللي هو بيعمل عليها طيب هو بيعمل على السفن التجارية وسفن البضائع وسفن البترول وبرضو بيشتغل في ربط وتنظيم عمل المراكب بأنواعها وبيساهم في صيانة المعدات للملاحة والفنون البحرية ويعني دايما لا يتخلو مراكب الصيد من فن الملاحة البحرية طيب التخصصات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها دي تخصصات موجودة في مدارس التعليم الفني سواء كانت مدارس التعليم الفني نظام ثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات دي التخصصات اللي احنا ذكرناها وهي إلى الآن هي التخصصات التقليدية اللي هي العادية وموجودة ومازال الطالب بيتقدم عليها وبيحصل على دبلوم المدارس السنوية نظام الثلاث والخمس سنوات من هذه التخصصات ولكن الدولة وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انها تطور مناهجها وفقا لإيه وفقا ليه احتياجات سوق العمل ووفقا للثورة الصناعية الرابعة ووفقا ليه المشروعات القومية اللي الدولة بتقوم بيها وبناء عليه تم وضع ده في رؤية مصر عشرين تلاتين في الجمهورية يعني المتعلقة بتأسيس الجمهورية الجميلة الجديدة بإذن الله اللي احنا بنطمح لها جميعا ان احنا يعني نشوفها وولادنا يشوفوها ويعيشوا فيها يعني بنوع من رفاهية كده بإذن الله تعالى هنا التعليم الفني خد خطوة كانت خطوة سابقة يمكن عن أنواع التعليم الأخرى سواء كان التعليم اللي هو يعني اللي موجود في وزارة الصناعة أو نوع الأخر من التعليم اللي موجود في وزارة التعليم العالي وبدأ يعمل يحول البرامج التخصصية بتاعته بتاعت التعليم الصناعي إلى البرامج الصناعية القائمة على الجدارات المهنية معانا جدول هنشرح فيه سريعا إليه هي التخصصات الجديدة التي قامت على نظام الجدارات المهنية واشتغلت في حوالي 105 مدرسة وتقريبا مع بداية العام الدراسي اللي جاي هتشتغل في أكتر من 400 مدرسة وهيخش فيها تخصصات أكتر بكتير من التخصصات اللي احنا هنشوفها على المينوتور عشان كده أنا عايزكم تبقوا تتابعوا كل ما تخصص بيتفتح التعليم الفني بيعلن على صفحاته الرسمية اللي تم فتح تخصص وبيفضل التخصص ده يستقبل الطلاب يعني لغاية أول شهر من العام الدراسي أحيانا هنبص على المينوتور هنشوف إيه هي التخصصات القائمة على الجدارات اللي هي شغالة دلوقتي اللي اتطلب فيها بقم في الصف التاني من المرحلة التعليم السنوي الصناعي هنبص كده في عندي فني تشكيل ولحام المعادن وده أحد أو إحدى التخصصات القائمة على الجدارات المهنية والجدارات المهنية بتعني أن الطالب بيدرس مجموعة من الجدارات في تخصصه يعني لو قلنا فني تشكيل ولحام المعادن هتلاقي أن الطالب بيدرس جزء مرحلة متعلقة بتشكيل المعادن ومرحلة خاصة بلحام المعادن وبيدرس كل ما هو متعلق بتشغيل المعادن ودي يعني ما بيكتس مرحلة لمرحلة أخرى إلا إذا نجح في تطبيق التجربة وأجاز اللي هو المقيمين بتوعه أنه هو صالح للانتقال إلى المرحلة الأعلى وعندي فني تشغيل المعادن ده اتعمل وفقا للجدارات المهنية وعندي فني تركيبات كهربية بدأ هذا التخصص أيضا يعمل وفقا للجدارات المهنية وعندي فني أجهزة إلكترونيات وعندي فني الزخرفة والديكور قسم الزخرفة والإعلان والتنصيق كان الأول اسمه قسم الزخرفة والإعلان والتنصيق دلوقتي أسموه ظهر للنور فني الزخرفة والديكور وبإذن الله في الوقت العام الدراسي الجديد هيدخل كمان فني الإعلان بإذن الله تعالى عندي فني التبريد وتكييف الهوى عندي فني الملابس الجهزة عندي فني أعمال الخرصانة المسلحة وعندي فني أعمال شبكات المياه والصرف الصحي وعندي فني نجارة الأساس وعندي فني النسيج وعندي فني السيارات وعندي فني أساس معدني وعندي فني تحكم صناعي كل التخصصات اللي إحنا ذكرناها دي دي تخصصات قائمة على الجدرات المهنية وإذا حبينا نتكلم كده وناخد فكرة على الجدرات المهنية الجدرات المهنية اتعمل إطار أو ميساق لكل مهنة من دول اتحط فيها مطلوب الطالب يتعلم إيه من مهارات في مهارات كبرى وفي مهارات سرى متعلقة إيه بيها كمان يتعلم إيه من أسليب للحفاظ على نفسه أثناء العمل من السلامة والصحة المهنية بيتعلم أيضا سلوكيات لازم يتبعها أثناء العمل كل ده موجود فيه الأطر الخاصة بالجدرات المهنية اللي هو من بداية العام الدراسي اللي جاي هتتحول عدد كبير جدا من تخصصات التعليم الصناعي اللي إحنا ذكرناها لتخصصات قائمة على الجدرات المهنية وتقريبا بحلول عام 20-23-2024 إن شاء الله أحيانا وأحياكم الله سبحانه وتعالى هتكون كل مدارس التعليم الصناعي تعمل بنظام الجدرات المهنية الجدرات المهنية الطالب فيها بيدرس مجموعة من المهارات اللي بتكمل بعضيها وبيدرس مجموعة المهارات دي وبيتعمل له عمليات تقييم في حاجة اسمها تقييم تساؤل اللي هو الأسئلة العادية المقالية اللي ممكن يتسائلها أي طالب أو اختار ما بين الأخواس أو 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 ممكن يتعمل الطالب امتحان زي ده ولكن التعليم الفني اتجه لحاجة أهم من ده اتجه إن الامتحان بتاع الطالب يبقى دايما امتحان عملي وتطبيقي الطالب فيه بيقوم بتنفيذ المهارة بإيده إما قدام المعلم بتاعه وبيتعمله يعني قياس للمهارة دي وبيبقى فيه استمارة تقييم بيبص على الطالب اللي هو تقييم عن طريق الملاحظة ويبتدي يشوف الطالب طبق الخطوات بتاعته صح ولا أخفق في خطوة منهم وأيضا بيتم تسجيل أشغال الطلاب أثناء العمل وفيه كمان تقييم بيتم من الطالب يعمل حاجة هو سجلها لنفسه سواء عملها في بيته أو عملها داخل الورشة وبعد ما سجلها بتيجي الحاجة يبتدي المقيم يمسك المشغولة اللي الطالب ده عملها ويشوف الجودة اللي فيها إيه يشوف الطالب عملها وفقا لمقاييس صحيحة ولا لأ فهنا اللي بيجرى أن ده أعتقد أنه أحد يعني اللي هي الاختيارات الجميلة جدا في التعليم الصناعي أن احنا نقدم في المدارس التي أصبحت تعمل بنظام الجدارات المهنية كمان الجدارات المهنية دي يعني من الحاجات اللي بتضمن للشركات وبتضمن لسوق العمل أن الخريج ده بالفعل اتعلم كويس قوي داخل المدرسة الصناعية وأنه هو يعني التعليم بتاعه متوافق تماما مع الاحتياجات الخاصة بسوق العمل فالخرجين بتوع هذا النظام بالأخص تقريبا هيبقى من اللي هي الشركات بتتخطفهم عشان يعملوا فيها أنت كل أب وكل أم دلوقتي لما بيدخل ابنه مكان عشان يدرس فيه أصبح بقى عنده يعني بعد نظر عايز يعرف ابنه ده لما يخلص الدراسة بتاعته هيكون هيشتغل فين عدد كبير من الأولياء الأمور المتوسطين وتحت المتوسطين بيبصوا لفرص عمل أبنائهم بعد التخرج من نظام الدراسة المنتهية اللي موجودة في التعليم الفني والبعض الآخر وعدده ما بيكونش كبير بيبص الحاجة تانية بيبص أن يعني إزاي ابنه هيستكمل الدراسة بتاعته في المرحلة الأعلى عايز ابنه يخش أو بنته يخش يكمل في الجامعة ويخش يكمل في الكليات التكنولوجية المتخصصة ويخش يكمل في الجامعات التكنولوجية وعندنا يعني عدد كبير من الكليات والمعاهد الفنية والتكنولوجية والصناعية اللي بتقبل أبناء التعليم الصناعي وخرجين التعليم الصناعي زي كلية الهندسة وزي كلية الفنون الجميلة وزي الجامعات التكنولوجية اللي هي فتحت في 4 محافظات وهتصل لحوالي 20 محافظة في جمهورية مصر العربية وايضا كمان التخصصات اللي هي قائمة على الجدرات اللي فتحت في مدارس التعليم والتدريب المزدوج وعايز الصناعية وعايز اقول لكم برضو ان هناك مدارس تكنولوجية تطبيقية برضو كل المناهج بتاعتها الصناعية قائمة على نظام الجدرات المهنية يعني هنا يبقى احنا تقريبا اتكلمنا بشكل كبير عن التعليم الصناعي وضحنا التخصصات بتاعته عبارة عن ايه ومهمة قوي ان احنا وانحنا بنقدم لأولادنا في مدارس التعليم الصناعي ان احنا نطلب من مدير المدرسة وغالبا مدير المدرسة بيبقوا طبعين ورقة بالتخصصات اللي موجودة في المدرسة دي ايه واحيانا كمان بيبقى حاطت كمان نبزة صغيرة كده عن كل تخصص عبارة عن ايه فاحنا نقرأ كويس قوي لما بنسحب الملف اللي احنا هنملاه عشان نتقدم لمدرسة السنوية الصناعية نقرأ الملف كويس نشوف التخصصات المتوفرة بالمدرسة ايه بيبقى عندك استمارة للرغبات بتملى فيها الرغبات بتاعتك او بتاعت ابنك ان هو يدخل على ايه تخصص من التخصصات انا عايز اقول حاجة مفيش فرق في التخصصات اللي موجودة داخل مدرسة التعليم الصناعي يعني هحدش يقولك ان التخصص كذا تخصص اكس مثلا احسن من تخصص واي او تخصص زد احسن من الاتنين على فكرة كل التخصصات مطلوبة في سوق العمل كل التخصصات بيها استكمال في المرحلة الاعلى من مراحل التعليم لو حب الطالب او عنده غرب ان هو يستكمل كل التخصصات بتعلم مهارات مهمة جدا لسوق العمل فيعني ما نركز اوي في اسماء معينة في تخصصات ممكن اوي يكون الاسم ده هو اسم غنان ولامع مش اكتر ولكن يكون سوق العمل بتاعه في كم جبير جدا من العمالة فبالتالي اغلب اللي بيحصلوا على المؤهل في هذا التخصص ما بيشتغلوش فيه ونروح نلاقيهم اشتغلوه في تخصص تاني يعني اخي المواطن وليه الامر ان عايزك تبص على توجهات ابنك وبنتك واهتماماتهم وهو ممكن يكون شاطر في ايه ميوله ايه والميول دي دايما الاب والام ملاحظينها من اثناء مكان الولد لسه يعني او البنت لسه صغيرين في مراحل التعليم الاساسي وكانوا بيشوفوا توجهاتهم ايه فما تركزوش على اقسام بعينها في التعليم الصناعي كل الاقسام مهمة ولما تيجي تكتب في الرغبات بتاعتك ادرس دماغ ابنك او بنتك كويس واكتب التلات الرغبات بتوعه ما تكتبهمش رغبة واحدة يعني ما كتبش تخصص واي 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 او اكس 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 لازم ان انا اكتب تخصص واي وتخصص اكس وتخصص زد وباذن الله تعالى ان شاء الله ادعو لاولادكم بالتوفيق مدارس التعليم الفني عموما وليس مدارس التعليم الصناعي بس من المدارس المهمة اوي واللي الدراسة فيها قائمة على الانشطة واللي الطلبة فيها يعني انا بشوفهم احيانا اكسر التزاما من طلاب نوعيات اخرى من التعليم لان الانشطة اللي موجودة داخل مدارس التعليم الفني ومدارس التعليم الصناعي على وجه الخصوص بتخلي الطلاب بتوع التعليم الفني دايما دايما متعلقين بالنوعية بتاعتهم دايما اكتف اكتف دايما بيحاولوا ان هما يعني ينتجوا ممتجات متعلقة بالتخصص بتاعه وبإذن الله تعالى يعني ادعو لكم بالتوفيق والى لقاء اخر ان شاء الله سلام عليكم وبركاته